خليني النهاردة في الفيديو ده هكلمك عن مكونات دايرة الهايدروليك بس بشكل عملي عشان بعض الزملاء اللي طلبة او اللي لسه حديث التخرج ومجات لهمش فرصة ان هم يشوفوا مكونات دايرة الهايدروليك خليني اوريها لك دلوقتي عملي ونبدأ واحدة واحدة سواء كانت مكونات دايرة الهايدروليك للمعدات المتحركة او للماكينات الصناعية فاحنا قلنا انها قريبة من بعضها في اختلافات بسيطة نبدأ من اول حاجة في دايرة الهايدروليك الى وهي زي ما انت شايف كده المحرك الكهرباء او المحرك الديزل فده اول خطوة وطبعا مش معقول هاجيبلك محرك ديزل او كهرباء عشان اشيلهملك لكن خلينا نبدأ بقى من المكونات والتي تبدأ بعد المحرك الكهرباء على طول او المحرك الديزل بالمضخة الهايدروليكية ودي زي ما قلنا الطولنبة اللي مسؤولة عن عملية سحب الزيت من الخزان وضخه الى الدائرة الهايدروليكية طيب اعرفها ازاي او اعرف تفاصيلها هي عموما بيبقى لها عمود الشافت بتاعها والوش اللي هيثبت بعد كده يا اما على مطور الكهرباء او على المطور الديزل وطبعا اهم حاجة فيها بعد كده فتحتين السحب والطرب طيب ممكن الفتحتين دول تعرفهم بطريقة ما سهلة شوية اللي هي ان الفتحة الكبيرة هي اللي هتكون السحب والفتحة الصغيرة اللي هي دي هتبقى هي فتحة الطرب تمام كده ريس حل طب ممكن تقولي انا شفتها ركبة بس الحقيقة برضو معرفتش لان بيبقى راكب عليها الفتنج بتاعتها او الوصلات اللي ركبة فيها فانا مش قادر احدد فين اقولك بقى تتعلم طريقة بسيطة قوي انه الفتحة اللي نازل منها خرطوم رايح للخزان يبقى هي دي على طول خرطوم السحب او فتحة السحب لهذه المضخ اما الفتحة التانية اللي هتلاقيها الرايحة للدائرة او رايحة للسيستم بعد كده يبقى هي دي على طول فتحة الطرد الخاصة بهذه المضخ ماشي كده ده اول جزء واهم جزء في دائرة الهيدروليك وهو بيسموه القلب النابض اللي بيضخ او مسؤول عن انه يسحب الزيت ويضخه في الدايرة من غيره الدايرة دي كلها ولا هبقى لها لازم والمضخات دي ممكن تختلف على حسب الميكانيزم بتاع تشغيلها اللي هو آلية او طريق التشغيلها من جوا فممكن تبقى التلات انواع المشهورين اللي هي ترسية او بستمية او ريشية اللي هي جير بامب او بستم او بامب او بستم بامب ده كده بالنسبة للمضخة الهايدروليكية نيجي بقى بعد كده الى الجزء التاني على طول اللي يبقى بعد المضخة ولازم تاخد بالك منه وقلنا بيبقى موجود ايه هو ها اوعى تنسى نسيت شكلك نسيت البرشار ريليف فالف او صمام حد الضغط والذي يضمن ان الضغط ما يزيدش عن قيمة معينة عشان ما يحصلش الانهيار اللي يحصل فيه دائرة الهايدروليكية او في مكونات الدائرة الهايدروليكية وده شكله يا سيدي اهو بيبقى عامل زي كده ده احد الانواع المركات اللي موجودة منه في السوق بيبقى الفكرة الاساسية انه له فتحتين رئيسيتين في التصميم اللي معايا لكن طبعا فيه اشكال اخرى لكن خلينا دلوقتي الشكل ده قدامك بيبقى له فتحة هنا للضغط وفيه فتحة جانبية هنا اللي هي الزيت لما الضغط يبدأ يزيد في هذا الاتجاه هيطلع ويروح على فين على الخزان اما الايه اليد اللي فوق دي اليد اللي فوق دي الغرض منها الاساسي هو ان انا بعمل منها عملية الضغط لقيمة الضغط اللي انا عايزه فمثلا محتاج في الدائرة ميت بار يبقى هو ده اللي ازبطه عليه محتاج مية وعشرين بار يبقى ازبطه عليه منهن طيب هزبطه يبقى اكيد في الحالة دي اللي سبرينج اللي موجود في هذه المنطقة يبقى هو ده اللي هيبقى قصاد الفتحة بتاعة البريشر ريليف فالف او فتحة الضغط يعني واما الضغط يبدأ يزيد هيزوء اللي اللي موجود هنا او السوستة ويبدأ الزيت في هذه الحالة يطلع الى الخزان عن طريق هذه الفتحة اللي قدام حضرتك هو من اللحظة انا رسا كنت بقول بازبط الضغط على كام مية مية وعشرين عرفت منين الضغط اه في فتحة هنا تانية بازبط بقى او بفتحها كده بيتحط فيها اهي بيتحط فيها من هنا العداد راي كان معي العداد اروح اجبه الكواجه ادي العداد اهو بيتحط كده وساعد تركب بقى خلاص اهو اعتبروك انه هو ركب خلاص اهو بيبقى بالمنظر ده كده عشان يزبط ايه بقى قيمة الضغط اللي انا بزبط عليها مثلا ازبط كده والله القراية طلعت على مية بار لا انا لقيتها قليلة عايزة زود سنة ازود ناحية اليمين عايزة خلي الضغط يقل او راجع للضغط انه يرجع الناحية التانية وهكذا ماشي كده الحال يبقى كده دي كمان تاني جزء بمكوناته اللي هو الصمام حد الضغط او نسيبه بقى ونروح للصمام اللي بعد كده هذا هو الصمام اللي هو ايه بقى الصمام اللي اتجاهي او اللي هو مسؤول عن انه يوجه الزيت الى السيلندر يفتح او يقفل او يلف في لو كان هيدروليك موتور يلف في يمين او شمال وزي ما انتم شايفين هنا له فتحات ليه اربع فتحات توقع انت ليه لو هما اربعة ما هما بالمنطق كده فتحة جاية من البريشر يعني خط الضغط اللي جاية من التلومبا اللي قلنا عليه وفتحة هتروح للخزان اللي هو التانج وفتحة تانية تروح للسيلندر اللي هي على الفتحات بتاعته ايه وبي اللي هما للسيلندر عشان يحركوه لقدام او يرجع الورا على حسب ايه بقى اشارات الكهرباء اللي بتلقت احد الاوضاع او اي وضع من اوضاع التشغيل في هذا الصمام عشان توديه يمين وشمال وطبعا دي الكويلات الكهرباء ده السوكت اللي هو بيركب او الفيشة اللي بتركب على الكويل اللي هيبقى اسمه بعد كده السولونويت فالف طيب احنا كنا خدنا في دايرة المعدات قلنا ان فيه الديريكشن كنترول فالف وبيبقى يدوي وبيكون مدمج معه البرشور ريليف فالف اهو ده شكل الكنترول فالف اللي بيبقى موجود فيه المعدات المتحركة بيبقى بالمنظر ده اهو برضو له اربع فتحات فتحة اسمها فتحة البرشور اللي هي بتبقى جنب الريليف على طول عشان لو ملاقيتش الكتابة عليها تعرفها منين ادي الريليف وانا بزبط برضو الرجلاش بتاعهم من ناحية دي والناحية اللي هنا دي الخزان او التانك اللي رايحة للتانك والفتحتين اللي من فوق اللي هما ايه وبيه دولة اللي هيروحوا على السلندر اللي هيتحرك يطلع او يرجع وهنا دبعا ده اليد اللي انا بحركها يمين وشمال عشان اجيب احد الاوضاع يا اما حرك السلندر اللي قدام او ورا او ان انا اثبته عند وضع معين حسب توصيف الصمام وهنا ده flow control valve او صمام التدفق وده اللي بيتحكم فيه كمية الزيت اللي هتدخل بعد كده للسلندر سواء ان انا ازوده طبعا فيه لك عشان ما يفتحش او يافل مجرد ان انا بفتح في الاتجاه اليمين الشمال بازود الفتحة بقفل الف يمين يبقى معناها بقفل الفتحة بتاعك بعد كده بقى نيجي لاخر شيء وهو ال direct cylinder اللي هو اساس بقى الشغل كله اللي انا بحول به الزيت بتاعي الى حركة خطية عشان يبدأ الزيت دي البرتات او الفيتنج اللي بتركب هنا اللي مبال والفيتنج اللي بتركب عشان اقدر ادخل الزيت من خلالها الى الهيدروليك سيلندر لكن ادي البرتين الرئيسيتين للسلندر وطبعا دي ناحية التزبيت ودي ناحية هنا اللي بيطلع منها العمود او الرد بتاع هذا السلندر ودي الجوايط او المصامير اللي هي بتبقى عملاه الورباط عشان تربط اجزاؤه مع بعضها دي كده باختصار جولة سريعة في المكونات الاساسية لدائرة الهيدروليك طبعا واحد قاعد دلوقتي متنمر وعمال يقول لي انا بقى بص انا سايبت بقى لك حلقة او اتنين عملت وقول مكونات الهيدروليك وما الفين يعمل الخزان وفين الفلاتر وفين الزيوت وفين الحاجات دي كلها ما جبت السيرة ليه اقول لك اوه معاك حق هذه الاجزاء على الرغم من اهميتها الا ان معظم الشركات بتحطها لك في حاجة اسمها الاجسيسوريز او الملحقات الخاصة بدائرة الهيدروليك بتبقى موجودة في دائرة الهيدروليك او مع الاجزاء اللي مكملة لدائرة الهيدروليك حط بقى معاها الليفل جيج او البريشر جيج او البريزر منفس او الفلاتر السحب والراجع والطرد الى اخر هذه المكونات وبكده يبقى خدنا فكرة عامة عن المكونات الاساسية لدائرة الهيدروليك سواء في المعدات او في الماكينات بشكل عام وبشكل سريع فاضل بقى من حضرتك انك تكتب لي هذه المكونات في التعليقات اكتب لي كده دائرة الهيدروليك الاساسية اللي احنا اتفقنا عليها عشان ابصلك عليها ورجعها يبقى بقى تنسى وبرضو نيجي الام الكلمة اللي اياها دي لو عايز تتعلم وتستمتع بالهيدروليك تابع معايا في الفيديوهات اللي فات عشان تعرف بقيت الجملة بدل معه دعيدها الهيدروليك السلام